يا مساء الخير يا مساء النور يا أهلا وسهلا فيكم كلنا بنعاني من تشققات في شفاهنا في فصل الشتاء نتيجة نقص شرب المية وكمان الجو البارد بيخلي إن شفاه تيحصل لها تشققات وصفتنا رح تساعد أو سكراب اللي رح نعمله رح يساعد الشفاء إنها تتخلص من التشقق رح يديها نعومة وكمان رح يخليها وردية كده وممتلئة في نفس الوقت اللي رح نحتاجه هو معلقة من الكركم الكركم ده مخصص للجسم ومعلقة من السكر الناعم بحبة ذا لو يكون ناعم عشان شفاه مناطق مرة يعني رقيقة وراح نستخدم معه عسل نحل طبيعي وبعد ما مزجت العسل مع الكركم والسكر رح أحطهم لمدة 15 دقيقة وبعدين الشيء السكراب بتاعي رح نلاحظ في انتفاخ أو في امتلاء في الشفتين وإنها صارت ناعمة وردية وراح أحط بعدها المرطب المعتمد عندي وبكده وصفتنا تكون خلص ترجمة نانسي قنقر